مجز الأخبار من قناة عدن أهلا بكم تمكن أبطال الجيش والمقاومة من دحري مجامعة حوثية حاولت تسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة الكسارة غرب مأرب متكبدة خسائر بشرية ومادية كبيرة فيما لذا من تبقى من العناصر الحوثية بالفرار تحت ضربات الأبطال وذكر مصدر عسكري المركز الإعلامي للجيش الوطني أن مدفعية الجيش استهدفت أربعة أطقوم قتالية كانت تحمل تعزات وذخار للميليشيات وتدميرها إضافة إلى استهداف تجمعات في مواقع متفرقة من الجبهة ومصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات لقي أكثر من ستين عنصرا من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم خلال اليومين الماضيين في جبهات مختلفة في مأرب وقالت مصادر عسكرية أن المواجهة التي وقعت في جبهات مختلفة في مأرب خلال اليومين الماضيين أدت إلى مقتل ستين عنصرا في صفوف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران خلال الهجمات المكثفة التي شنتها الميليشيات في جبهات القتال والتي باءت كلها بالفشل أحرز أبطال الجيش الوطني والمقاومات قدما جديدا في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز خلال هجوم كبير على مواقع وثكنات كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للجيش الوطني أن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير سلسلة تلال السوداء بمنطقة القحيفة في مديرية مقبنة واستعادة كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر وأكد أن المعارك مستمرة في جبهة مقبنة بالتزامن مع هجوم أبطال الجيش والمقاومة على ثكنات الميليشيات الحوثية في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب تعز وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد اندلعت مواجهات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيطة جنوب الحديدة وتعاملت القوات المشتركة مع تعزيزات الميليشيات الحوثية كانت قادمة عبر خط زبيد في محاولات منها لاختراق خطوط التماس ونجحت المشتركة في إخماد التعزيزات الحوثية وأوقعت خسائر مادية وبشرية فادحة في صفوفها ودمرت آليات عسكرية تابعة لها في غضون ذلك تمكنت القوات المشتركة من دك ثكنات للميليشيات الحوثية في جبهة كيلو 16 بمدينة الحديدة أسقطت قوات الجيش الوطني والمقاومات طائرة مسيرة في محافظة البيضاء وفاد مصدر عسكري عن إسقاط طائرة تابعة لي جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وأشار المصدر أن الطائرة المسيرة كانت تقوم بعملية التجسس قبيل إسقاطها ووضح المصدر أنه تم إسقاط الطائرة في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة استشهد مواطن بفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية في الطريق الصحراوي الرابط بين منطقتين رغوان والأقشع بصحراء الجوف شرق الحزم وانفجر اللغم بسيارات الموترب ناصر هضبان الذي كان في طريق عودته لقضاء شهر رمضان المبارك مع عائلته ما أدى إلى استشهاده انتهى الموجز في أمان الله